أحمد كيف يمكن الربط بين هذا الرفض لنقاط حماس فيما يتعلق بصفقة التبادل وما أعلن اليوم من رئاسة الوزراء الإسرائيلية عن أن بن يمين نتنياهو أوعز للجيش بأعداد خطتين لإجلاء الفلسطينيين من منطقة رفح تمهيدا لتنفيذ عملية عسكرية هناك يحيى فقط أشير إلى هذا الخبر العاجل الذي يريده صحفي في موقع دعوت أحرنوت نقلا عن مسؤول إسرائيلي يقول إن إسرائيل لا تملك أي دليل على أن يحيى السنوار يحيط نفسه بأسرى إسرائيليين كدروع بشرية وقال إن المعلومات التي تنتشر في هذا الصياق في وسائل إعلام إسرائيلية وتحدثت أو زعمت أن يحيى السنوار زعيم حركة حماس يحيط نفسه بـ 17 أسيرا إسرائيليا لا يوجد عليها أي سند استخباراتي بحسب ما ينقل موقع دعوت أحرنوت علما بأن مسؤولين إسرائيليين كانوا قد تحدثوا خلال الفترة الماضية وادعوا أن قيادات حركة حماس بشكل عام تحيط نفسها بأسرى فلسطينيين كدروع بشرية والآن الاستخبارات الإسرائيلية تنفي في تسريب بصحيفة يدعوت أحرنوت هذا الأمر فيما يتعلق بالأوامر التي أصدرها رئيس وزراء الاحتلال بن يمين نتنياهو فهي عارة سيستغرق تنفيذها فترة طويلة نتحدث عن صدور أوامر أولية بتجهيز خطط عسكرية أولية هذه الخطط بحسب بيان الكابنت الأمري والسياسي تنقسم على خطتين أساسيتين الخطة الأولى هي إجلاء المدنيين الفلسطينيين من هذه المناطق إلى مناطق أخرى في قطاع غزة من غير الواضح ما هي هذه المناطق إن كانت وسط قطاع غزة أو شمالي قطاع غزة لأن منطقة المواصل التي يعتبرها الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الآمنة الوحيدة في قطاع غزة لا تكفي لهذا العدد الكبير من النازحين الفلسطينيين الذين تقدر أعدادهم بأكثر من مليون نازح فلسطيني وهناك أعداد تشير إلى أكثر من مليون ونصف نازح فلسطيني منطقة المواصل مساحتها 16 كم مربعا أي أقل من مساحة مطار الليد أو أقل من نصف مساحة مطار الدوحة بالتالي لا تتسع لهذا العدد الكبير من النازحين الفلسطينيين وهناك عدم وضوح فيما يتعلق بخطة الاحتلال لكن هذه الخطط والجزء الآخر من الخطط العسكرية يتعلق بخطة الاحتلال للتقدم المحتمل في هذه المنطقة بعد إجلاء النازحين الفلسطينيين من هذه المنطقة ستعرض هذه الخطط على الكابنت الأمني والسياسي بحسب بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية سيستغرق نقاشها فترة ثم ترد إلى الجيش الإسرائيلي بعد ملاحظات الكابنت الأمني والسياسي ثم يبدأ الجيش الاحتلال الإسرائيلي في تحويل هذه الفكرة العامة إلى خطط عملياتية لجنوده بالتالي سيحاول تقدير أعداد جنود الاحتياط ومن ثم سيعمل على استدعاء جنود الاحتياط وعلى تدريبهم من الخطط العسكرية وهذه أمور تستغرق أسابيع ولا يمكن إجازها خلال أيام أو خلال فترة وجيزة جدا بالتالي ما رشح بحسب محللين عسكريين إسرائيليين تحديدا روعي شارون المحلل العسكري لهيئة البث الرسمية يشير إلى أن العملية العسكرية في منطقة رفح ليست وشيكة ونذكر بما كان قد نقلته صحيفة هارتس قبل يومين عن مصدر سياسي إسرائيلي تقديره أن بن يمين نتنياهو يختار الآن التلويح بالضرب بصيف رفح من أجل الضغط على المفاوض الفلسطيني لتقديم التنازلات في المفاوضات التي لا تزال جارية ومستمرة حتى الآن برغم الموقف الإسرائيلي الذي صدره خلال الدقائق الأخيرة أو الذي نشره بالأحرى خلال الدقائق الأخيرة يحيى أشكرك جزيلا شكر على كل هذه الإضاحات والمعلومات من القدس مراسل عربي أحمد دروشي ترجمة نانسي قنقر